السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد أبو جميل من Unboxing Geeks واليوم الحلقة الأولى من سلسلة المنزل الذكي رح نحكي في هاي السلسلة كيف تحول بيتك أو مكان عملك لمنزل ذكي أو مكتب ذكي اليوم معنا منتج مميز من شركة يوفي التابع لشركة أنكر واللي هي مكنسة اليوفي X8 Hybrid عبارة عن روبوت ذكي بعطيك القدرات على أنك تمسح وتكنس البيت 2 في 1 يعني فبالتالي هذا المنتج رح يسهل عليك الشغل الروتيني بحال أنت دائما بتكنس وبتنظف البيت رح تكون في عملك وهذا الروبوت هو هيقوم بكل شيء داخل المنزل من ناحية التكنيس وتنظيف فخليني أحكي لكم عنه بهذا الفيديو وأحكي لكم شو رأي فيه وهل إذا هستخدمه بشكل دائم ولا لا ولكن صدقا من البداية رح يكون موجود في البيت بشكل دائم فبديش أطول عليكم خلينا نبلش وفي البداية خلينا نستعرض محتويات الصندوق الفخم لمكنسة اليوفي X8 Tropovac Hybrid في البداية رح تشوف أرضية مضادة للماء بتستخدمها عند قاعدة الشحر حتى ترفع الممسح الرطبة عن الأرض كتيب التعليبات المصمم بطريقة جميلة أيضا موجود أن الملحق الخاص بمسح الأراضي مع ممسحها قابلة للغسيل وعدد من الممسح للاستخدام لمرة واحدة طبعا هاي القطعة الخاصة للمسح واللي بتم تعبئتها بالماء حتى تمسح الأرض والآن الجزء الأهم المكنسة الذكية ذات التصميم الجميل جدا فالمكنسة بشكل دائري بلون أسود لامع بعطيك لمسة الفخامة وخطوط ذهبية تزيد من الشكل الفخم وبنحكي عن باقي الموصفات قريبا ولكن خلينا نشوف كمان إيش موجود جوه الصندوق وموجود عندنا قاعدة الشحن مع مكان في الأسفل لتثبيت السلك وإخفاءه أيضا موجود عندنا مرابط وفلتر إضافي وفور شاية إضافية وخلينا نحكي عن تصميم المكنسة وقدرتها هيكل المكنسة الخارجي من البلاستيك بلون أسود فخم ومن الأمام بتشعر بوجود نقشة الكاربون فايبر شكل مستشعر لادر في الأعلى بخليك تشعر إنها روبوت دكي مو بس مكنسة وحجمها يعتبر متوسط خزان تخزين الغبار والأوساخ بسعة 0.6 لتر مدمج ضمن الهيكل نفسه بشكل مخفي طبعا وقابل للإزالة للتنظيف بكل سهولة خزان الماء الخاص بعملية المسح بسعة 250 مل وبركب أسفل وعاء الأوساخ وهذا بعطي المكنسة القدرة على المسح والتكنيس في نفس الوقت الجميل أيضا إن المكنسة بتعطيك تغذية راجعة طريق الصوت فهذا إشي ممتاز حتى تفهم على المكنسة إيش عم تعمل حاليا فمثلا ممكن لما تحكي لها تروح على الهوم أو ترجع على قاعدة الشحن هتحكي لك هيدينج هوم وهذا معناته إنه هي راجعة على منطقة الشحن الروبوت من الأسفل بمتلك عجلات كبيرة نوعا ما للحركة من الأطراف موجود عندنا حساسات بتساعد على الحركة وتفادي السقوط من الأماكن المرتفعة وموجود عندنا أيضا الأماكن التلامسية الخاصة بالشاحن والفرشاية الكبيرة لسحب الأوساخ إلى داخل المكنسة في الأمام يوجد عجل صغير لتسهيل الحركة وعلى الطرف موجود عندنا الفرشاية الجانبي اللي بتسحب الأوساخ من الحواف بشكل أساسي وخلينا ننتقل للحديث عن قدرات المكنسة المكنسة فيها قوة شفط مضاعفة بفضل وجود توربينات مزدوجة وأيضا تقدر تبسح الأرضيات الصلبة سواء سيرابيك أو بلاط أو حتى أرضيات خشبية وأيضا السجاد المحرك المزدوج الموجود بعطيه قدرة شفط تصل إلى 2000 باسكال المميز بالمكنسة وجود مستشعى اللايدر بالقسم العلوي وهذا بحد ذاته من أهم الأزاء في المكنسة الذكية اللي بتساعد على رسم الخرائط وقياس الأبعاد وبتستكشف المحيط بشكل كامل بتم استخدام اللايدر اللي رسم خرائط شاملة للمكان بواسط الليزر الجميل إنه هاي الخرائط بتشوفها في تطبيق يوفي الخاص وهذا بمكرك تشوف المكنسة كيف تتحرك وين بتروح بشكل بسيط وجميل وفضل الليزر الموجود المكنسة بتتجاوز العديد بالعقبات الموجودة بكل سهولة والجميل أيضا إنك بتتحكم بها المكنسة عن طريق الهاتف الذكي فضل التطبيق البسيط جدا أو عن طريق المساعدات الصوتي مثل أمازور إليكسا وجوجل أسستنت أو حتى بالأزرار الموجودة على نفس المكنسة ومن ناحية الأداء وقبل أول تشغيل يفضل تشحن المكنسة بشكل كامل وفضل أيضا إنك تحمل التطبيق الخاص بشركة يوفي وتعمل مسحة ليزرية لكل الغرف في المنزل وهذا الإشي بيخلي المكنسة تتعرف على بيتك بشكل مراسب وتحفظ هيكلة البيت وبصراحة من الأمور اللي اتفاجأت فيها أنه أول ما شغلت المكنسة وحكيت لها ترجع على قاعدة الشحن عرفت لحالة وهذا إشي بصراحة بخليك تفكر لوين هالتقنيات راح توصل في المستقبل القريب المكنسة فيها عدة أوضاع لقوة الشفط فيها البيور والباور والتيربو والماكس وفيها أيضا البوست آيكيو اللي هو بتحكم حسب طبيعة الأرض اللي موجودة عليها أما بالنسبة للصوت الشفط فهو مسبوع بشكل خفيف جدا في الوضع الأول وحتى بوضع الطاقة القصوى راح يكون غير مزعج نهائيا المكنسة قادرة على العمل المتواصل لمدة 180 دقيقة يعني تقريبا ثلاث ساعات والطريف بالموضوع أنها لما تغرب تخلص من الشحن ترجع لحالها على قاعدة الشحن وبس يكتب للشحن بترجع تنظف من مكان اللي واقفت فيه وتقريبا المكنسة راح تغنيك عن عملية تنظيف البيت اليدوية لأنه ما راح تشوف غبرة على الأرض أو وبر وشعر على السجادة وهذا الإشي بسبب التنظيف المتواصل بشكل يومي بشكل دكي طبعا أما بالنسبة للأسعار والتوفر فمكنسة اليوفي روبوفاك X8 هابريد متوفرة حالية في الإمارات في عدة متاجر مثل شرف دي جي ومواقع أمازون وغيرها بسعر 2299 درهم إماراتي وخليني أعطيكم خلاصة تجربة بكل صدق تخيل هاي المكنسة دي راح توفر عليك وقت وجهد بكل بساطة خليها تتعرف على البيت حدد الأباكل ممنوع تروح عليها المكنسة واطلع على الدواب وخليها تقوم بالتنظيف بشكل دوري حسب الجدول المحدد لها وهيك بتكون حصلت على أرض نظيفة جدا بشكل يومي بما أنه شركة يوفي تابع لأنكر فرح تحصل على جودة عالية وطبعا عليها كفالة عشان تريح راسك بتمنى تكون استمتعت بالفيديو ولا تنسى متابعة حساب أبوكسينجيكس للمزيد من المحتوى التقني كان معكم أحمد أبو جميل في أمان الله